تستمر عمليات ملاحقة فلول داعش في العراق للقضاء على بقايا خلايا التنظيم الإرهابي حيث أطلقت القوات العراقية عملية أسود الجزيرة الثانية لمطاردة فلول التنظيم في مناطق عدة في غربي العراق الحكومة العراقية تبدل جهونا حثيثة في مكافحة الإرهابي منذ إعلان تحرير الموصل والقضاء على داعش فلماذا ينجح التنظيم في الاحتفاظ بوجوده رغم العمليات الأمنية المتكررة من عشرة محاور انطلقت عملية أسود الجزيرة العسكرية الثانية بهدف مطاردة فلول داعش في مناطق غرب العراق ومحافظة صلاح الدين بعد أن تمكنت من إعادة تنظيم نفسها في خلايا صغيرة نقوم بعمليات استباقية لملاحقتهم وقتلهم وما يحدث أنه قسم منهم يتمكن من الفرار ويعود بعد فترة أخرى ويمارس عمل الإرهابي وأيضا لدينا خلايا ولدينا حواضن ومستمرين في مكافحة تنظيم داعش تنظيم داعش لم ينتهي نهائيا من العراق العمليات الاستباقية المتكررة التي أطلقتها القوات العراقية تأتي وفق معلومات استخبارية إثر تحول نشاط داعش من الدخول المباشر إلى الحدود العراقية خلال فترة المعارك المباشرة إلى التسلل عبر الحدود وتنفيذ عمليات نوعية تكون مؤثرة في بعض الأحيان الذي يصار أن هذه رقع جغرافية واسعة لا يمكن الانتشار بها والبقاء بها على مدار الأربع عشريسة فيصار إلى عودة القطاعات إلى الثكنات ثم تأتمد اسلوب الرصد والاستمكان الجوي والبري إذا رصدت مناطق تواجد فيصار إلى عمليات استباقية اسكاتها ثم العودة تكرار العمليات العسكرية ضد خلايا داعش في المناطق النائية والوعرة أكسب القوات العراقية المقاتلة خبرة ميدانية ضيقت الخناق بشدة على تحركات التنظيم المتطرف الانقضاض على مخابئ داعش في أماكن تواجده أعطى أفضلية ميدانية للقوات العراقية وخلق في مراكز المدن خصوصا في شمال وغرب العراق أجواء جيدة من الهدوء الأمني حيدر لأسادي سكاي نيوز عربية بغداد معنا من بغداد مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية يا معتز محيي أهلا وسهلا بك في سكاي نيوز عربية بداية الهجمات تلو الهجمات على داعش من أجل القضاء على فلول هذا التنظيم بينما التنظيم من وقت لآخر ينجح في القيام بعمليات دموية من فترة لأخرى في مناطق مختلفة كيف يمكن أن نبرر أو نفسر استمرار خلايا هذا التنظيم بالوجود رغم كل هذه الهجمات يعني بالوقت الحاضر لأرض خصبة لا تزال أرض خصبة وولادة لمسلحين جدد يعني القيادات العليا اختفت تقريبا بعدها القال قبض على أغلب القيادات وكذلك مقتلهم بعد مقتل أبو بكر البغدادي وغيرهم القيادات الأخرى المرافق إليه ولكن يبدو أن الحكومة غير مهتمة بموضوع إبعاد الفكرة الداعشية عن مجامع كبيرة جدا من الشباب وتطوعهم باستمرار إلى خلق مناخات وخلق أيضا أرضية للاستقطاب خصوصا بعد أن شعرت الحكومة أن لا تستوفي موضوع تشغيل الشباب ورفع مستوى معيشتهم وإشراكهم في عمليات شبابية أو عمليات انتاجية في المعامل وغيرها ولهذا نلاحظ البطالة كثيرة جدا في مستوى الشباب فلهذا أحيانا تكون الفكرة الداعشية خصبة لجلب هؤلاء الشباب إلى هذا التنظيم الحرب على داعش في الموصل وغيرها بعد أن انتهت عسكريا لم تستمر اقتصاديا واجتماعيا وبالتالي هذا أثر على النصر العسكري الذي تم لأنه بدأ التنظيم يعيد ترتيب نفسه مستفيدا من هذا الإهمال الحكومي بالضبط حتى أوصل هذه الفكرة نحن انتصرنا عسكريا ولكن لم نستطيع انتصارنا على الفكرة الداعشية التي تجلب الشباب إليها في الوقت الحاضر ولهذا نجد هناك تقارير تقول بأن هناك المئات من الشباب موجودين في أطراف القرى وأطراف المدن خصوصا حدودية يهدربون في داخل الكهوف وداخل الأنفاق ولكن لا تستطيع حتى القوات الأمنية والعسكري الوصول لهم بسهولة لأنهم حافظين هذه التضاريس عن ظهر قلب وأيضا يعرفون مخارجها ومداخلها وهناك طرق بالتمويه وطرق كذلك في موضوع الغشو والاختفاء لا ننسى يعني لازال التنظيم يملك عنصر المبادئة والمفاجئة للقوات الأمنية وهذا هو المشكلة الكبيرة جدا في إرسال قوات مثل هذه القوات التي اشتركت اليوم إلى أماكن تواجد المسلحين حسب المعلومات الاستخبارية ولكن لا تجد أشخاص ولكن تجد كهوف تهدم هذه الكهوف أو تجد مخابئ أو تجد بعض الملابس العسكرية أريد أن أسألك عنها عن دور العمل الاستخباراتي يعني الدور الاستخباراتي مهم جدا هنا من أجل الكشف عن التنظيم عناصره كيف يتم تزويده بالسلاح كيف يتحرك هل تعتقد بأن المخابرات العراقية شبكتها ما زالت ضعيفة في بعض المناطق وخصوصا عندما نتحدث عن الأنبار صلاح الدين نعم أنا أعتقد وأيضا وأيدك بهذه لو لا أيضا لخفاق العمل الاستخباري أو عدم قدرت الوصول إلى هذه المجامع لما استطاعت هذه المجامع الوصول حتى إلى أطراف بغداد كما حدث بالأسابيع الماضية من عمليات فطارمية تبعد عشر كلمة أطراض عن بغداد وكذلك في مناطق أبو غريب وغيرها لا ننسى يعني هناك تبديل في الخطة العسكرية باستمرار يعني تفاجئ العمل الاستخباري من ناحية أن المسلحين يستخدمون أسلاح حديثة يجلبون العتاد بسهولة من خارج الحدود وكذلك كما ذكرت عنصر الغش والاختباء يكون مبرمج وذكاء استخباري أيضا يملكون لمعرفة قدرة القوات العراقية الوصول إلى أهدافها كما تعرف أن القوات العراقية تحرك إلى الهدف يحتاجها لوقت طويل كما حاليا هذه العمليات فتستغل من قبل عناصر المزروعة في داخل القرى وداخل الأرياف وتعطي وسائل التصالح حديثة نبرات وشفرات معينة لابتعاد المسلحين وعدم الاشتبات مع القوات العراقية ولهذا يكون المناخ لهم صحي عندما يرجون إلى الكهوف في جبال حمرين أو جبال مقحول وأيضا بقية المناطق الجوارية اسمحوا يا أستاذ معتاز هنا في نقطة مهمة وهي نقطة التمويل وأيضا القيادة هل تتوقع بأنه ممكن يعني لا أعرف إذا كان هناك أدلة لكن في كثير من قيادات داعش الآن يقبض عليها خارج العراق في دول جوار هل من الممكن أن تكون هذه الخلايا تدار من خارج الحدود العراقية ويتم تهريب الأموال لأنه يعني صعب جدا أن نتخيل أنه بدون قيادة وبدون تمويل أنه هناك خلايا نائمة تتحرك بمفردها وتقوم بمثل هذه الأعمال ما رأيك الأستاذ الكريم يعني مصادر التمويل موجودة في داخل العراق يعني السرقات التي حذت من بنوك في الموصل التنظيم استولى على 400 مليون دولار بالبنق المركزي فرع الموصل بالإضافة إلى بيع الآثار وبيع المصانع وتفكيكها وبيع السيارات وبيع الأسلحة وغيرها هذه أصبحت موارد تمون مناطق واسعة زراعية وأيضا إلى استثمار شهر ويومي وهذا ما كشفت عليه قبل سنتين هناك أيضا يعني بنوك تعمل على استثمار هذه الماء السائل أو الماء الذي تملكه تلك القيادات باستثمارها في مزارع وكذلك ومحاصيل زراعية وكذلك بحيرات الأسماك وحتى بيع السيارات وإنشاء المعارض في كافة المناطق كنينوة وكذلك في الموصل وأربيل وغيرها أحيانا دون مراقبة عن مصدر هذه الأموال المستثمرة ولهذا أعتقد هذا المصدر مهم جدا لأعطاء المبالغ وإغراء الشباب وكذلك جلب الأسلحة والاعتداء من خارج العراق ولهذا أعتقد المشروع باقي مستثمر في داخل هذه الأوجهة الاقتصادية والأوجهة الاجتماعية وكذلك أعتقد هو سبب رئيسي لبقاء هؤلاء المسلحين أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بغداد مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية معتاز محيا